نمعني نمع يقدم اثنان من محركي الدماء عروضا داخل محطة مترو في مدينة خركافل أوكرانية تستخدم ملجأ من الغارات الجوية في شمال شرق أوكرانيا مرفهين بذلك عن الأطفال وذويهم وسط أجواء الحرب التي تشنها روسيا ويحاول الاثنان من خلال عروضهما جعل الأطفال وأولياء أمورهم ينسون جولات القصف الروسي التي تتوالى على ثاني أكبر مدن أوكرانيا تشخص يعمل في مدينة أبدا أهدافا التي تتوجه في الآن. وهو لا تتتكلم. كل تتكلم – تتكلم. فلقه في مرة اخلقه او موضفل أو سرى. كما ترى – هذا تتكلم. وأنها جميلة لأنها تستمر بفعل فيها وتتعرض خركاف يوميا لقصف عنيف يخلف عددا من الضحايا إذ كثفت روسيا استهدافها منذ أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتن أنه سيسحب قواته من منطقة كييف للتركيز على شرق أوكرانيا وحولت محطات قطار الأنفاق في هذه المدينة التي تبعد 21 كم فحسب من الحدود الروسية إلى ملاجئ ضخمة تحت الأرض